موسيقى 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 وجهت حرم وصاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ الجواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فرق العمل في كل مؤسساتها للعمل عن بعد وأشارت سموها في تغريدات متتابعة لها اليوم إلى ثقتها الكاملة بأنهم سيعملون عن بعد لمتابعة كافة المشاريع الاجتماعية والتنموية لخدمة الأسرة والمرأة والطفل والناشئ والمرضى واللاجئين مؤكدة أنها رسالة لن يمنعها شيء من تحقيقها ودعت سموها فرق العمل إلى التعهد بالالتزام بإرشادات الحكومة في المحافظة على المسافة بيننا وبين من حولنا وعدم الخروج إلا للحاجة الماسة وتجنب التجمعات إلى جانب المحافظة على نظافة الأيدي والمنازل وأماكن العمل فضلا عن توعية الأطفال والمجتمع بأهمية الالتزام بالإرشادات وقالت سموها في تغريدة لها في الأوقات العصيبة يظهر معدن الإنسان يظهر الواعي والحريص الذي يهتم بصحته وصحة من حوله من يبث الأمل والتماسك من يعين ويعاون من يمتن عن نشر الفوضى والرعب ومن يساند وطنه في حماية الكل ترجمة نانسي قنقر